مبدأ الحوار بين روسيا وأوكرانيا وكيف ترى أنه أبرز وما حصل منه بعد عشرة أشهر على بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا هناك حديث يتجدد في الأسبوع الماضية عن عقد حوار ولكن مبدأ الحوار بين روسيا وأوكرانيا يوافق عليه البلدين على إيمان أو إيمانا منهم بأن الحروب تنتهي بالتفاوض وكل طرف هنا يضع شروطه وفقا لرؤيته أو طبقا للمعطيات العسكرية على الأرض كيف ترى أن أبرز نقاط البداية لحوار سلام شامل تتمثل بأن تسحب روسيا من أوكرانيا بحسب كيف كل قواتها وحتى من جزيرة القرم التي استولت عليها عام 2014 وأضافت أن هناك العديد من القضايا تحتاج إلى معالجة وأهمها الأمن الغذائي والنووي تبادل أسرى حماية بيئة في أوقات الحرب ثم عاد الرئيس الأوكراني من زيارة تاريخية للولايات المتحدة وبعدها رفع فولادومير زيلنسكي سقف مطالبه لتشمل عودة روسيا لخطوط عام 1991 أي مع تاريخ انهيار الاتحاد السوفيتي السابق ودفع التعويضات وتقديم الدمانات اللازمة لحماية أمن واستقلال وسيادة أوكرانيا الرئيس الروسي من جهته فولادومير بوتين أعلن عن الاستعداد للجلوس إلى مائدة المباحثات ولكن من دون أن تفرض أوكرانيا أي قيود وأي شروط وأشار في نفس الوقت إلى ضرورة مراعاة الواقع الراهني على الأرض وبما يعني الانطلاق من واقع أن ما استولت عليه موسكو من أراضي سواء بعد 24 الفبراير موعد بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أو قبل هذا التاريخ في إشارة إلى الضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا عام 2014 ويصر الكراملين على الاعتراف بضم الأقاليم الجديدة لروسيا قبل الشروع في أي مفاوضات وسحب كافة المدربين التابعين لحلف النيتو وكذلك المرتزقة من أوكرانيا ووقف ضخ الأسلحة الغربية إلى كيف بالإضافة إلى ضمان حيادية أوكرانيا هوة الخلاف بين الجانبين عميقة إلى الحد الذي يقول معه مراقبون إن الحوار يكاد يكون مستحيلا في ظل إصرار كل طرف على شروطه